بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس الآن الطريقة الثانية من طرق المباشرة وهي التي تسمى طريقة غاوس جوردان وجدنا في طريقة غاوس أنه لتحويل جملة المعادلات إلى جملة مثلثية عليا اعتمدنا عند حسف مجهول على حسف من المعادلات التي تلي معادلات الجملة المثلثية مكافئة إذن فقط من المعادلات التي تليها فمثلا في هذه الطريقة حزفنا الـ X2 من المعادلتين الثانية والثالث والرابعة وحصلنا على جملة جديدة أعطيناها الرقم 6 في حينه الآن تختلف طريقة غاوس جوردان عن طريقة غاوس بأنه عند حسف مجهول فإننا نقوم بحسفه من المعادلات التي تلي معادلات الجملة المثلثية المكافئة ومن المعادلات التي تسبقها يعني من القبلة واللي بعدها إذن هذا هو الخلاف بين غاوس وغاوس جوردان إذن غاوس كان يحزف فقط من المعادلات التي تليها مثلا الـ X1 تحته كله أصفار الـ X2 تحته كله أصفار إذن فتتحول إلى مصفوفة مثلثية عليا أما في غاوس جوردان فيحزف المتحول منها التي تليها والتي ما قبلها فـ X2 اللي قبله فوقهم أصفار واللي تحتهم كلهم أصفار إذن وبتالي أي أننا سنحصل على مصفوفة قطرية بينما في غاوس كنا نحصل على مصفوفة مسلثية إذن وهذا يعني أن جملة المعادلات ستتحول إلى جملة قطرية مصفوفة أمثالها هي المصفوفة الواحدية أي أننا نحصل في هذه الطريقة على قيم فورية للمجاهيل بمجرد أن ننتهي من عملية الحزف ولن نكون بحاجة إلى مرحلة ثانية وهي التعويض بشكل تراجع للحصول على قيم المجاهيل سنشرح هذه الطريقة من أجل جملة المعادلات وذلك بحل المثال التالي مثال حل بطريقة غاوس جوردان جملة معادلات هي ثلاث معادلات بثلاثة مجاهيل ناخد المصفوفة الموسعة اللي أمثالها 24628 سالب واحد سالب واحد 3632110 إذن هذه هي المصفوفة الموسعة طبعا أول شغلة نحولها إلى مصفوفة واحدية إلى مصفوفة واحدية وبالتالي فأحتاج أن أقسم السطر الأول على الاثنين حتى نحصل على هنا العدد واحد إذن فمعناتها نضرب السطر الأول بنص فنحصل على 2 تقسيم 2 1 4 تقسيم 2 2 6 تقسيم 2 3 28 تقسيم 2 14 إذن فحصلنا على هذا السطر الآن سأجعل العمود اللي تحته كلهم أصفر ماذا أفعل؟ بضيف هذا السطر إلى هذا السطر 1 زائد سالب واحد صفر 2 سالب واحد واحد 3 زائد 3 ستة 14 زائد ستة عشرين إذن فحصلنا على هذا السطر الآن هنا حتى يصير هذا صفر فمعناته هذا بضربه في سالب ثلاثة بضرب هذا السطر بسالب ثلاثة وبضيفه إلى هذا السطر سالب ثلاثة واحد سالب ثلاثة زائد ثلاثة صفر سالب ثلاثة في ثلاثة سالب ستة زائد ثلاثة سالب أربعة سالب ثلاثة في ثلاثة سالب تسعة زائد واحد سالب تمانية سالب ثلاثة في أربعة طعش زائد عشرة يساوي سالب ثلاثة إذن فحصلنا على هذه والعمود الأول كله أصفر نأتي إلى العمود الثاني هنا العمود الثاني كنا قبل نجعل اللي تحته فقط أصفر أما هنا فسنجعل اللي تليه والذي خلفه كله الأصفر فنأتي إلى هذا نضربه في سالب 2 ونضيفه إلى هنا طبعا هنا للسهولة الحمد لله طلع معاي واحد إذن لا أحتاج أن أقسم لأنه هذا الأمثال واحد إذن فقط نضربه في سالب 2 ونضيفه لهذا سالب 2 ضرب زائد 2 صفر إذن فنحصل على هذا صفر نجي لهون سالب 2 ضرب 6 سالب 12 زائد 6 ثلاثة يساوي سالب 9 هي سالب 9 سالب 2 ضرب 20 سالب 40 زائد 14 سالب 26 الآن منجي لهذا ونضربه بأربعة ونجمعه لهذا أربعة في واحد أربعة وجمعه له سالب 4 بطلع معي صفر الآن 6 في أربعة 18 6 في أربعة 24 وجمع له سالب 8 بطلع معي 16 بعدها 24 في 20 80 وجمع له سالب 32 بطلع معي 48 فنحصل على هذه الآن هنا ليس واحد فلازم أول شي نسوي واحد وبالتالي فبقسم كل السطر على واحد على 16 إذن نقسم هذا السطر على 16 0 تأسيم 16 0 0 تأسيم 16 0 16 تأسيم 16 هي واحد 48 تأسيم 16 هي ثلاثة إذن فحصلنا على هذا السطر الآن سنجعل هذا صفر حتى يأتي إلى هنا فماذا أفعل نضرب السطر هاد في سالب 6 نضرب هاد في سالب 6 ونضيفه للسطر اللي العمود اللي فوقه سالب 1 في سالب 6 سالب 6 موجب 6 0 سالب 6 في 3 سالب 18 موجب 22 الآن حصلنا على هذا الصفر الآن نأتي إلى هنا هذا أريد أن نجعله صفر فماذا أفعل هنا نضرب الطرفين بالتسعة إذن نضرب بعد الطرفين بالتسعة لو ضربنا 9 في 1 9 وأضفنا إلى هذا السطر 9 زائد 9 0 الآن 9 في 3 27 27 سالب 26 1 إذن فحصلنا على هذه واضح أنه من هنا هذه مصفوف قطرية لا تحتاج إلى خطوات تراجعي ولا نحتاج إلى أي شيء من هنا الـ X1 هو 1 والـ X2 هو 2 والـ X3 هو 3 وهو المطلوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته